يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية بل وصل الحال إلى عملية في كل ربع عام هكذا وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آفة التطرف والإرهاب ولي العهد تطرق لملف الإرهاب قائلا في بداية حديثه لأن هذه الظاهرة هي بيننا بشكل مستشر وقد تعايشنا معها ولكن استطعنا خلال عام واحد من القضاء على مشروع صنع على مدى أربعين عام الأمير محمد بن سلمان أكد أن السعوديون نبذ هذه الأفكار الدخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين ولم يعد التطرف مقبولا في المملكة وأصبح منبوذا ومنزويا خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وذلك يشمل الخطاب الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر هكذا وصف ولي العهد خطاب الكراهية وأكد بدوره على أن المملكة تنبذ كل عملا إرهابي وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب أملا من العالم من يتوقف عن ازدراء لاديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير المملكة تصدت لكافة أشكال التطرف والإرهاب فلأحبطت كافة المشاريع وألقت القبض على من سولت له نفسه لفعل ذلك فبكل هذه الإصلاحات وإعادة الهيكلات وصل عدد العمليات إلى صفر في يومنا هذا فأصبح عملنا اليوم استباقي وإن ضربنا نضرب بيد من حديد لقناة الإخبارية محمد السهيان